الحلقة السابعة من مسلسل آلة تنين أو House of the Dragon وصلت وكما عودتنا استيديوهات HBO وبطريقة ما الحلقة كانت مرة رهيبة ومليان أحداث كثير وكذا تجيب التوتر والعصاب استدروا لين المشكلة؟ المسلسل هذا ما تدري كيف تحكم عليه حلقة ممتازة، بعدين حلقة زبالة، بعدين حلقة ممتازة، بعدين حلقة زبالة بعدين حلقة نصها كويس ونص الثاني زبالة وشوية تمرير أجندة يعني حرفياً ما تقدر تطلع كده بتقييم واضح لهذا المسلسل من كمية الفوضى اللي صاير فيه عموماً الحلو في الموضوع أن التنين صارت مرة كثيرة، مرة كثيرة خلاص كده فيه كمية تنين تقدر تقول الآن بدأت رقصة التنين، التنين بدأت تسخن على أنه الموسم بقيله حلقة واحدة يعني ايش بيصير في الحلقة الأخيرة لكن يفترض أنه بتصير أحداث كثيرة حلقة الأخيرة لازم تكون حلقة مرة جبارة لأنه بعدها بنتلطع تقريباً سنة ونص لين يجي الموسم الجديد فإلا ذلك الحين وخير إن شاء الله اشترك في القناة ولا تنسى تضغط على زر اللايك لو عجبك الفيديو تعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف والأهم من هذا كله قناة القصص الجديدة ينزل فيها قصة واحدة أسبوعياً إذا ما تعرف القناة راح تلاقي رابطها برضو موجودة في صندوق الوصف تنورني وتشارفني هناك غير كذا يلا بنا نبدأ طيب يا جماعة نفتتح فيديو اليوم بأول أخبار مارفل واللي سووا شغل مرة كبير في آخر مؤتمر لهم أول حاجة يا جماعة فيلم أفينجرز كانغ داينستي تكنسل كان مفروض ينزل سنة 2026 ولكن مارفل قالوا إيش خلي ولي وصار بدالوا شنو؟ صار بدالوا فيلم أفينجرز دومز داي ليش دومز داي؟ ليش كانسلوا كانغ؟ أليك معايا وراح تعرف أما بالنسبة لفيلم أفينجرز سيكرت ووردز ولي كان من المفترض أن ينزل في سنة 2027 ما تغير فيه ولا شي شوي التغيير في الشعارات وزي كده شي بسيط لكن الفيلم ما زال في نفس التاريخ ونفس الاسم وخمّن معايا مين اللي راح يخرجون الفيلم رسميا فيلمين أفينجرز الأخيرة دومز داي وأفينجرز سيكرت ووردز مين اللي راح يخرجها؟ الأخوين روسو ييس هذه الأخبار ولا بلاش وفي حال أنكم ناسين أذكركم الأخوين روسو أخرجوا إيش؟ أخرجوا فيلم أفينجرز إنفينيتي وور وفيلم أفينجرز إند جيم وكل الفيلمين هذي كانت حاجة مرة خرافية تقييمات فوق الثمانية إرادات فوق المليارات حاجة مرة أسطورية طيب نيجي لليش تكنسل فيلم أفينجرز كانغ دايناستي وصار بداله أفينجرز دومز داي طيب جمعوا كلنا فاكرين شخصية كانغ ومؤدي شخصية كانغ الممثل جوناثين ميجرز كان هو للمفروض يؤدي دور شخصية كانغ وكان أول ظهور له في مسلسل لوكي الموسم الأول وبرضه ظهر في مسلسل لوكي الموسم الثاني وبعدها برضه ظهر في فيلم أينتمان الجزء الثالث كل شيء كان ماشي تمام والأمور زي اللوز إلينا الممثل جوناثين ميجرز قرر أنه يروح يصفق حبيبته ويعنفها ويمسكوه الشرطة ومحاكم ومشاكل ومارفيل قالت له حرك مارفيل طردته من الدور كخطوة أولى وكخطوة ثانية مارفيل قالت ما رح نجيب ممثل بديل تدرون إيش كانسلوا أم خطة كانغ هذه كاملة كانغ كان مفروض يكون هو الشريرة الأخير بهذا العالم بهذه الساقة مارفيل قالت كانسل كانغ وكانسل خطة كانغ بكبرها بمعنى أنه شخصية كانغ تم إلغاؤها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى وجابوا بدل كانغ شخصية شريرة اسمها دكتور دوم وبكذا صار الفيلم بدل ما يكون كانغ داينيستي صار دومز داي حلوين حلوين طب يسألني مين رح يؤدي دور شخصية دكتور دوم الشرير الأخير في هذه الساقة سؤال جميل وأعتقد أنه معظمكم يعرف الإجابة ولكن في حال أنك ما تعرف دكتور دوم رح يؤدي دور الشخصية الشريرة هذه الممثل روبرت داوني جونيور ياب آيرون مان توني ستارك أحا كيف كذا يا وجيه مش مفروض هو آيرون مان يا سلام عليك وهنا تظهر فائدة العوالم الموازية في أحد العوالم الموازية يفترض أنه روبرت داوني جونيور ما كان آيرون مان صار حاجة ثانية اسمها دكتور دوم كيف؟ شلون؟ إزاي؟ مالتيفيرس حبيبي ولو تبغى تفهم أكثر عن الجزئية هذه كيف أنه الشخصية ممكن تكون شيء آخر في عالم زمني آخر أنصحك تتابع مسلسل الأنيميشن اللي نزلوه مارفل قبل كم سنة وكان اسمه واتف رح تفهم أكثر كيف أنه مسار الشخصيات ممكن يتغير من عالم إلى عالم توني ستارك في عالم ولكنه شخصية أخرى في عالم سبايدر مان في عالم ولكنه شخصية أخرى في عالم ثاني وفي أمثلة مرة حلوة رح تخليك تفهم الفكرة بطريقة جميلة مسلسل جميل وخفيف تدير التابع في جلسة واحدة عموما الشرير الأخير والكبير القادم لعالم مارفل ما رح يكون كانج زي ما قلنا مع أنه كانج كان بيكون شيء خرافي مرة لولا أنه خوينا دا قرر يخرب أم خطة مارفل بكبرها رح يكون العدو الأخير في هذه الساقة هو دكتور دوم واللي رح يؤدي دوره مثل ما قلنا روبرت داوني جونيور حلوين حلوين الكثير من الناس عندهم مخاوف تجاه الموضوع روبرت داوني جونيور حبيناه لأنه بدع في توني ستارك ودور آيرون مان ما نعرف وش رح يسوي في دور دكتور دوم لا وكمان شرير بدل ما هو طيب كيف كذا قدقون يا جماعة بإذن الله أقولها لكم بالفم المليان روبرت داوني جونيور رح يبدع وراح يخليك تحترمه كشرير مثل ما كنا نحترم ثانوس المجرم ثانوس مجرم بس كان يخليك تحترمه حوارات مبادئ خطابات قوة هيبة فلا تشيلوا هم دكتور دوم وروبرت داوني جونيور مارفل جابت أم العيد في الأفلام الأخيرة أنا اتفق معكم بس مارفل غيرت خطتها يا جماعة وعدونها أنهم يسووا حاجة تليق بالعالم القادم بس خلوني أطمنكم شوية برضو من ناحية إيش دكتور دوم فاكرين ثانوس فاكرين الرعب اللي كان مسبب لنا ثانوس دكتور دوم رح يسبب لنا نفس الرعب اللي مسببه ثانوس ويمكن أكثر شوفوا أنا ما بحرق عليكم ما في شي حرق ولكن في أحد الكوميك دكتور دوم كذا سوى بثانوس فصفص وفصفصة دكتور دوم مرة قوي احنا نتكلم عن عالم وساحر شرير عنده قدرات خارقة يلقب بملك الفضاء وسيد الشمس فلا تتوقع أنه مجرد شخصية لابسة أخضر ومتخبية خلف قناع لا 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 الموضوع مرة مرعب ومين الممثل بيكون؟ روبرت داوني جونيور يعني بتشوفه آداء وبتشوفه شرير بتشوفه حاجة مرة مخيفة ويا عالم وش بيسوي بالأفينجرز وش بيسوي بعالم مارفل؟ خلصنا؟ لا ليسه بعد كذا عندنا إعلان مهم جدا لفيلم فانتاستيك فور القادم واللي راح يكون شيء مميز ومختلف إلى حد كبير أول حاجة خلونا ناخذ لفة لطاقم الفيلم في حانكم ما تعرفوهم الممثل بيدرو باسكار راح يقدم دور ريد ريتشارد وفي نيسا كيربي راح تقدم دور ستورم وجوزيف كوين راح يقدم دور جوني ستورم إبون موس راح يقدم دور بن جريم حلوين؟ حلوين طيب نجي المعلومة برضو مرة مهمة في فيلم فانتاستيك فور القادم أحداث الفيلم راح تكون في الستينات ها كيف؟ لحظة حبة حبة ولكن في فترة متطورة من الستينات زمن كذا كانت الستينات في مرة متطورة بس برضو تقدر تميز إنها الستينات بمعنى أنه الستايل بيكون قديم شوية بس في نفس الوقت راح يكون بطابع متقدم تكنولوجيا الفيلم راح يتم تقديمه في أبعاد سينمائية قديمة شوية بمعنى أنه الفيلم ما راح يكون بأبعاد 17-9 اللي هي الشاشة الكاملة إنما راح يكون بأبعاد أربعة ثلاثة واللي هي شاشة مربعة إن صح الكلام طب ليش يوجيه؟ لأنه الفكرة هذه تخدم الزمن اللي فيه الفيلم فترة الستينات فاهمين؟ بتكون حاجة مميزة فعلا بس لا تشي لهم ما بيكون بلا سودة ولا بيض ما علي حاجة حلوة غير كذا يا جماعة أحداث فيلم فانتاستيك فور القادم راح تكون جزء منها في الفضاء ومن المتوقع أنه أول ظهور لدكتور دوم بيكون في هذا الفيلم بحكم أنه أصلا في معظم الكوميك العدو لفانتاستيك فور هو دكتور دوم ومش بس كده الحاجة الأحلى من هذا كله فيلم فانتاستيك فور ما راح يكون أورجين ستوري بمعنى أنه الفيلم راح يبدأ والأبطال الخارقين أوريدي عندهم قدرات خارقة ما راح يجيبوهم من الصفر كيف يروحون الفضاء ويكسبون القوى الخارقة والفيلم الهندي الطويل ذاك لا يبدأ الفيلم وهما أوريدي فرقة متجمعين وكل واحد عنده قوى خارقة وخلاص بمعنى أنه الموضوع على طول أكشن والفيلم متوقع عرضه بمشيئة الله في سنة 2025 وبالتحديد يوم 25 جولاي ومش بس كده يا جماعة فانتاستيك فور راح يكون لهم ظهور في آخر فيلمين من أفينجرز أفينجرز دومز داي وأفينجرز سيكرت وورز إذا أنت متحمس مرة مثل ما أنا متحمس حط لايك للفيديو يوهي لك تنسى خلصنا لا لسه باقي شوية أخبار كمان عن ماربل ديد بول أند وولفرين يا جماعة وفي أول أسبوع بعد عرض الفيلم أول أسبوع ها ميزانية الفيلم كانت حوالي 200 مليون واللي هي رقم منطقي جدا بحكم اللي شافوا الفيلم الفيلم كان مكلف خمنوا كم جاب الفيلم في أول أسبوع له الفيلم جاب حوالي 450 مليون دولار يقلع عمى الرقم الكبير في أول أسبوع بمعنى أنه المليار إيزي إيزي وتقييم الفيلم إلى تاريخ هذا الفيديو كان 8.2 من 10 واللي يعتبر تقييم مرة ممتاز مقارنة أنا شخصيا قيمت 8 من 10 تقييم مرة منصف ولو تابعت الفيلم أنصحك تروح تشوف المراجعة اللي نزلتها في القناة شرحت فيها بعض التفاصيل الخاصة بفيلم ديد بول أند وولفرين ووضحت برضو إيش الأشياء المحتملة مستقبلا بعد هذا الفيلم هذه تقريبا كانت أهم أخبار ماربل خلونا نخشها الآن على دي سي باتمان الجزء الثاني واللي من بطولة روبرت باتنسون أحب أقول لكم يا جماعة أنه رسميا راح يبدأ تصويره بمشيئة الله في سنة 2025 بمعنى أننا راح نشوف الفيلم إن شاء الله في سنة 2026 ومش بس كده شخصية The Penguin أو البطريق راح يتم دعاودة ظهورها في الجزء الثاني من فيلم باتمان رب الحديث عن البطريق يا جماعة أو The Penguin مسلسل البطريق الخاص بالشخصية واللي يتكلم عن شخصية البطريق بالتحديد ومسلط الضوء عليها صار على الأبواب ورح يعرض قريبا إن شاء الله تعالى على شاشات التلفزيون أو بالتحديد على منصة HBO ورح نشوف أولى حلقاته بإذن الله في هذه السنة هو بالتحديد يوم 19 سبتمبر يعني بعد شهرين تقريبا والجزء الثاني من فيلم جوكر المنتظر صراحة أكون صادق معاكم أكثر فيلم متحمس له في عالم DC وفيلم جوكر الجزء الثاني نزل له تريلر جديد تقدرون تتابعوه لو تحبوا وتأخذوا معلومات أكثر وتفاصيل عن القصة وكيف ممكن تكون وبرضو أحب أقول لكم إنه ما بقي شيء على عرض الفيلم الفيلم راح ينزل في صلاة السينما بعد ثلاثة شهور وفر فلوسك في أفلام كثيرة جاية هذه السنة والسنة الجاية ونختتم هذا الفيديو بخبر بر مارفل وبر دي سي تعرفون ديكستر؟ ياب ديكستر 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 ما غيره المجرم صاحب المبادئ الغريبة كلنا نعرف أنه بعد ما انتهى المسلسل سنة 2013 رجعوا بجزء جديد في سنة 2021 نزل المسلسل هذاك ولا حدري عنه مسحبوا عليه الناس لأنه مات الشغف يا أخوي خلاص ديكستر انتهى بالنسبة لنا في سنة 2013 بعد كل السنوات هذه أحب أقول لكم إنه راح ينزل جزء جديد ومن المتوقع أننا نشوفه في صيف 2025 عطب حلب بلاها ما يهمني بالنسبة لي زي ما قلت لكم ديكستر انتهى من سنة 2013 لا وزيدكم من الشيار بيت سنة 2013 كنت تابعوا حلقة بحلقة أسبوعيا يقل عم الحماس ديك الأيام وبالفعل كانت نهاية خلاص نهاية وكي نهاية مفتوعة بس نهاية خلاص انتهى نزل موسم كمان موسم أعطب أحلب خلاص وبس كده يا جماعة هذه كانت تقريبا أهم الأخبار لهذا الأسبوع في باقي أخبار ثانية إضافية عن عالم مارفل ولكنها مش مهمة يعني بقدر الأخبار اللي شاركتها معاكم وخلونا أيش برضو نختم الفيديو بحاجتين يعني يشوفوا مارفل مسوية شغل دي سي جالسة تحاول تسوي شغل ولكن في المؤتمر أقسم بالله مارفل كانت شايلة ليلة وكي ناس كانوا متحمسين لدي سي بس دي سي إذا ما بيشوفوا لهم صرفة وما بيبدأوا ينافسوا صح والله مارفل بتجل استلهوا وتلعب في الميدان ولا في أي منافس ولكن كلنا أمل إن شاء الله أنه إيش دي سي ترجع للعبة وتزبط المظابير أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون صنعهاية الفيديو أعطيكم لايك اشترك في القناة لو ما كنتم مشترك فعل تابعنا عن مواقع التواصل اجتماع ديسكورد وتويتش وقناة القصص ما تنسهاش قناة ينزل فيها قصة واحد أسبوعين كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم